مع بدء عودة الحياة الطبيعية في المملكة ارتفعت أعداد زوار موقع عماد السيد المسيح في المغتص خلال شهر شباط الماضي إلى 5500 سائح بزيادة ملحوظة عن الشهر السابق ويعزي مدير عام هيئة المغتص المهندس رستوم ماكيجيان سبب ذلك إلى زيادة جهود الجهات الرسمية والتي أثمرت عن زيارة مجموعات سياحية لأول مرة من إسبانيا وفرنسا ورومانيا والهند والأمريكتين إضافة إلى جنسيات أخرى لافتا إلى أن استمرار الجهود الحكومية لإبراز مكانة الأردن الدينية والترويج لها في العالم سيكون له أثر في نمو السياحة الدينية في الشهر القادمة وفي محافظة مادبة وصل عدد زوار المواقع الدينية والسياحية خلال الشهر الماضي إلى 12 ألف زائر معظمهم من أمريكا وإسبانيا حيث حظيت المواقع الدينية المسيحية بالنسبة العظمى من الزوار كموقع جبل نيبو ومركز زوار مادبة وكنيسة الخارطة وموقع مكاور وكنيسة الرسل